السلام عليكم طلاب صف خامس كيف حالكم جميعا أتمنى أن تكونوا بخير today we completed our topic for today's name المدرسة we completed for the topic about schools التهية starter and revision look at the picture and tell me please what you see in this picture ماذا تشاهدوا في هذه الصورة ماذا تشاهدوا في هذه الصورة أحسنتم أنا أشاهد الأولاد يعزفون الموسيقى أحسنتم لكن أين يعزف الأولاد الموسيقى في المدرسة؟ أين يعزف الأولاد الموسيقى في المدرسة؟ فكر أو أحسنتم نحن نعزف الموسيقى في غرفة الموسيقى أحسنتم نحن نعزف الموسيقى في غرفة الموسيقى التهيئة الهدف لأن الابجيكتف فور تدي هدفنا لهذا اليوم يصف خامس أن يعدد المتعلم أدوات غرفة الموسيقى أن يعدد المتعلم أدوات غرفة الموسيقى كلماتنا الجديدة الدف الرق الناي البيانو العود القتار الترمبيت الترمبيت الأورك 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 الترمبيت الترمبيت يوجد في غرفة الموسيقى أنا أحب غرفة الموسيقى وأنا أفضل غرفة الموسيقى لأنني أستمتع بوقتي في غرفة الموسيقى 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 تحياتي أستمتع بوقتي في غرفة الموسيقى 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 تولس second activity اكتب بعض الادوات في غرفة الموسيقى في جمعين تبقى للصور ورعت about the music room تولس in sentence اكتب منشورا عن بعض الادوات في غرفة الموسيقى ورعت post about the music room you can write it in social media you can choose one in social media like facebook or twitter or snapchat and write it there سجل فيديو تصفي محتويات ورفض الموسيقى تذكر دائماً مهمة القراءة على موقع عصافير لا تتذكر أن تذهب إلى عصافير ويقوم بإمكانك العصاف شكراً جميعاً